أهلا وسهلا بكم أعزائي في سلسلة الدروس هذا الخاصة بالتحويل ما بين وحدات الحجم في هذا الدرس سوف نقوم بالتحويل ما بين وحدة المتر مكعب ووحدة الكوارت السائل الأمريكي فنأتي إلى الشق الأول من السؤال على الجهة اليمنى يقول لنا إذا كان الحجم هو فاصلة ثلاثة متر مكعب فما هي قيمته بوحدة الكوارت السائل الأمريكي فنقول بأن الحجم أي فوليوم بوحدة US Liquid Quart تساوي لنا ماذا؟ نكتب القيمة المعطاة لنا هنا فاصلة ثلاثة متر مكعب نضربها نأتي للأسفل أين الكوارت السائل الأمريكي؟ نراه هنا US Liquid Quart هذا وقيمته هذا وهذه القيمة تساوي لنا ماذا؟ بالمتر مكعب هي هذا واحد متر مكعب نريد أن نتخلص من متر مكعب فنكتب واحد متر مكعب بالأسفل وبالأعلى نكتب قيمتها باللكوارت أي 1056.69 ونكتب الوحدة هنا US Liquid Quart فمتر مكعب مع متر مكعب ستذهبان وبعملية ضرب بسيطة باستخدام الآلة الحاسبة نحصل على هذه القيمة ثلاثمائة وسبات عشر فاصلة صفر صفر سبعة والوحدة هي ماذا؟ هي هذا فنكتبها بالأسفل هنا US Liquid Quart نأتي للشق الآخر من السؤال على الجهة اليسرى يقول لنا إذا كان الحجم هو 80 ألف US Liquid Quart فما هي قيمته بوحدة المتر مكعب؟ فنقول بأن الحجم بوحدة المتر مكعب تساوي لنا نكتب القيمة المعطات لنا هنا 80 ألف والوحدة هي US Liquid Quart ومن ثم نضربها هنا العملية سوف تكون لنا بالعكس نريد أن نتخلص من US Liquid Quart فنكتب القيمة التي بالأسفل في الجدول هنا ومن ثم نكتب الوحدة US Liquid Quart وبالأعلى نكتب 1 متر مكعب لأننا نريد هذه الوحدة فUS Liquid Quart مع US Liquid Quart سوف تذهبا ومن ثم نستخدم الآلة الحاسبة لعمل هذه القسمة 80 ألف قسمة 1056.69 فتعطينا 75.7081 والوحدة هي ماذا؟ متر مكعب فنكتبها بالأسفل هنا متر مكعب وهذا هو الجواب شكرا لكم أعزائي ونلقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة في أمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا